كنت كلمت حضركم على ان التصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخاصة بالعدوان التركي على سوريا جاءت ضمن القمة المصرية الاردنية المرتقبة اللي استضافتها القاهرة ظهر اليوم عندما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي جلالة الملك عبدالله العاهل الاردني وملك المملكة الاردنية الهاشمية وطبعا طبعا كلما ازدادت الاوضاع حدة في المنطقة واشتعلت بعض الملفات وزادت توتر في بعض الملفات لازم لازم حضرتك تجد اسم مصر والاردن يقفز الى سطح الاحداث ليه لان مصر والاردن دولتين محوريتين في هذه المنطقة اتنين مصر والاردن من اكثر الدول التي تتمتع بعلاقات طيبة تقريبا مع كل الاطراف تلاتة مصر والاردن تتميز السياسة الخارجية في كل واحدة منها بالحكمة والديبلوماسية الرشيدة وضبط النفس اربعة لان مصر والاردن تربطهم علاقات قديمة قائمة على الاحترام والتفاهم والود وتنسيق المواقف خمسة العلاقة الخاصة التي تجمع الرئيس السيسي بالملك عبدالله ستة قدرة كل منهما على لعب دور مهم في ازالة فتيل كثير من الاحداث والتوترات بل والحروب ولو عايزين اكمل لكم سبعة وتمانية وتسعة وعشرة عندي لانه القصة بصراحة تاريخ من العلاقات والتفاهم والتعاون المصري الاردني اللي يجعلنا في منتهى السعادة بمستوى رائع لهذه العلاقات على مستوى الشعبين وعلى مستوى الحكومتين وعلى مستوى القيادتين السياسيتين